معنا من الرياض السيد سعد الفريدي وهو مدير الأبحاث بشركة الخير كابيتل مرحبا بك أستاذ سعد ما الذي يحدث في السوق فعلا هل هذه تبعات التصييف ما تزال تسيطر على وضع التداولات أم هناك أمور أخرى أيضا بالإضافة نعم صحيح بسم الله وصلاة السلام على شرف الأنبياء والمسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم كما نشاهد مرحلة جني أرباح هي طبيعي جدا فوق حاجز مستويات 7000 نقطة ولن تؤثر في مرحلة القرار عند مستويات 6876 ندخل في مرحلة السلبية إلى مستويات 6200 عد ذلك أعتقد أن مراحل جني الأرباح وبداية القاع للسنة المالية 2017 هو ما نشاهده الآن في هذه التذبذبات لمراحل جني الأرباح صاحبت هذه التوجهات السلبية اللحظية تزامنا مع هيكلة القطاعات وكانت بمثابة الصدمة لأغلب المتداولين وكذلك للقطاع لشركات الوساطة حيث أن تداول لم تعلن هذه الأفصاحات بشكلها الحالي كما كانت عليه كانت التوقعات والتكهنات أن تكون بعض القطاعات إضافة إلى عزل أو اندماج بعض القطاعات كما كانت هو خروج قطاع الصحة عن قطاع تجزية وهذا ما كانت عليه في التصنيفات حيث أن كانت هناك بعض الملامح التي أشارت لها تداول عندما كانت تريد أن تطرح السوق الموازية بدءا من عام 2017 وهذه ما كانت عليه بعض المؤثرات التي كانت تصنيف إلى سوق رئيسية وسوق أساسية هذا ما كانت واضحة في نشرة تداول ولكن تفاجأنا بهذه العمليات التي كانت عادة هيكلة القطاعات للسوق الناشئة والسوق التي من المرجح أن تكون هذه التطبيقات لسوق أكثر نطجا خلال سنتين أو ثلاث سنوات قادمة نعم فيما يتعليقك على وضع هذه الترتيب أو الهيكلية الجديدة للقطاعات يعني لاحظنا فعلا هناك دمج لمكونات في قطاع كبير يبدو أن السلع الأساسية والمواد الأساسية سيكون هو القطاع الأبرز من حيث الحجم أيضا والعدد والمكان لبعض هذه الشركات وبالأخص بالنسبة لسابق هل برأيك ستختلف أيضا عمليات التحليلات الفنية تبعا لهذه المؤشرات الجديدة أعتقد أنها سوف تختلف تماما وكذلك سوف تؤثر على المحللين الماليين كثيرا عندما يكون هناك عدم التجانس والترابط ما بين القطاعات أو الشركات المدرجة في القطاع كما نشاهد أن الإسمنتات بدأت تأخذ منحة اللي هو الإيجابية في فترات معينة وعندما تقارن في سابق وتقارن في مؤشر القطاعات كالصناعات أعتقد هذا يؤثر سلبا على بعض القراءات التي تتوافق على مكررات الأرباح حيث يجب أن يكون هناك توجه إلى الصناعة فقط دون أن يكون هناك توجه إلى مؤشر القطاع حيث أن هناك إضافة عشر قطاعات جديدة وكذلك إلى مستويات من هذه القطاعات حيث أن هناك قرابة الخمس قطاعات تحمل ما بين من مستوى أول إلى خمس مستويات في القطاع وهذا يؤثر سلبا على بعض القراءات التي لم تكن متجانسة لهيكلة هذا القطاع وكذلك تتجانس الشركات لوضوحية مكررات الأرباح وعملية العائد المتوقع لهذه الشركات حيث يبني عليها القرار فقط لشركة أو تجانس يبني عليها المحلل فقط دون أن يدخل في تفاصيل القطاع نعم أيضا لنتحدث عن قطاع الأدوية الذي درجت فيه شركة الدوائية لوحدها وفصلها عن الرعاية الصحية وواضح أن هذا الأمر يتم الاعتماد عليه في الكثير من المؤشرات العالمية بأن هذا القطاع يأتي ضمن مفهوم قطاع الدفاعي هل برأيك تحمل هذه الشركات مفهوم الشركات الدفاعية أو الأسهم الدفاعية التي يمكن نجوء إليها في فترات كثيرة في السوق نعم صحيح ولكن قدرة المتداول وقدرة السوق والتنبؤ عليها حاليا لم يستدركها المتداول حتى يبني عليها بعض الاستراتيجيات التي تمثل مرحلة البحث عن الفرص التي تسمى بالفرص الدفاعية عندما تثبت الأسواق يكون هناك توجه إلى العائد والبحث عن المراكز التي تتعلق في التجزئة وتتعلق في بعض هذه القطاعات كالأغذية وإنتاج الأغذية ولكن هل ما هي هذه القراءة؟ يجب أن يكون هناك أكثر وضوحية للفترات القادمة حتى يدرك حتى ورش العمل لشركات الوساطة لم تتبنىها تداول خلال فترة الماضية توضح ما هي هذه القطاعات وكيف تبنى عليها القرار حتى يسهل الحديث عنها للمتداول ويتلقاها بشكل شفاف ووضوح للفترات القادمة حتى يكون هناك أكثر إيجابية يعني ذكرت وضع شركات الوساطة ما هي الإشكاليات التي يمكن أن تواجهها؟ يعني هل عليها أن تجلس ربما مع التداول لشرح أكثر؟ يعني هل تحتاج إلى تفاصيل أكثر حول هذه شكل التداولات؟ نعم صحيح لأن هناك بعض الشركات ما زالت تحمل قوائم مالية يدمنى عليها القرار كذلك مؤشرات بعض القطاع كذلك القراءات المالية التي تصدرها بعض نشرات تقييمات بيوت الخبرة حيث أنها نسفت كل ما كانت بنت الاستراتيجيات خلال العام المالي 2016 والتنبع ما كانت عليه بإغلاقات سنوية وكذلك ما كانت عليه هذه التوجهات حيث هناك مفارقات كبيرة ما بين الأسعار ومكررات الأرباح التي سوف تبنى عليها اتخاذ القرار للمرحلة القادمة يجب أن يكون هناك ورش عمل يجب أن تعترف تداول بهذا العملية وحامل الشركات الوساطة بهذا التوجه حيث أنني أنا لا يمكن أن تنبأ في هذه العملية القادمة عما كانت عليه بعض التوجهات المالية أشكرك سعد الفريدي وأنت مدير الأبحاث بشركة الخير كابتال على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر